موسيقى بحضور وزير البترون ومحافظة اسكندرية وبمشاركة جامعية الأرمان تم افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتطوير 60 منزل بقرية الروضة 45 ولوفق الأمل بمحافظة اسكندرية وده بعد نجاحهم في إعادة إعمار المنازل المتهلكة بالقرية كل أفراد القطاع وكل شركات القطاع كلهم جزء أساسي من آليات العمل وآليات وجودهم هو الخدمة المجتمعية والمشاركة المجتمعية وفخور بالتعامل هذا وفخور بأن جميع أفراد القطاع عندهم الرغبة للمزيد والمزيد والمزيد في العاملية قرية الروضة وقرية 45 بنفتاح 60 بيت إعمار إعمار كامل يعني إيه؟ البيت بتعمل بالكامل السراميك والأرضيات والمطبق والحمام وقوض حنشوبها أزيد عفش كامل فرش كامل قوض النوم بتاعت الأطفال قوض النوم بتاعت الرئيسية بنشوف أنتريه بنشوف مطبق كامل ده مش مطبق كامل وبس مش قطع خاسع وبس ده بالأجهزة الكهربائية تلاجة، فسالة، وتجاز في عشرين مشروع تمكين اقتصادي بقوله خد تلاتين ألف جنيه بتفضلك تعالى أي مهني والأرمان بتقولها أي مهني على الأرض مصر سباك، نجار إن شاء الله بيصلح تلفزيونات بيصلح أجهزة كهربائية بتاع كويت أي حاجة تفضل أهم حاجة إن بياخد الفلوس بيشتغل بيها ده مش كرة بس كمان النهاردة بنوزع تلاتين كنز إيه الكنز لوت؟ راس المشيئ اللي في البيت راس المشيئ اللي في البيت ده كنز كنز يعني فعلا بتفضل طول حياتها البيت ده مصطور عملية إعمار المنازل تضمنت عمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوسيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك بالإضافة لتجهيز جميع المنازل بالأجهزة الكهربائية والأساس البيوت دي كانت مفيش بالطوبة بس والسافة كان يهدوب خشب وبتاع جماعة جزام الله خيرا بصراحة عمل بشغل عالي جدا كنا قاعدين الشتة نزلة علينا ومتبادلين الأحلى بعدها فأكرمونا كمان ونزلونا فرش والحمد لله إحنا في نعمة في نعمة كبيرة أنا سلامت البيت طشطيب حاجة كويسة خالص وحاجة محترمة وبنشكر كل واحد سام في الموضوع ده كسيطان على ولا في محارة ولا حاجة ولا بوهية ولا نارة ولا مية ولا صرف كل دي تعمل الحمد لله الشطف فأقول لك سوزيال الحمد لله بتهدف جامعية الأرمان وزارة البترول من إعادة أمار المنازل لتحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكة مناسب وآمن لهم محمد عصام الحكاية ترجمة نانسي قنقر